السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة نتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وتابعوا معي الفيديو حتى الاخير ولا اعجبكم لا تنسوا الشارك في القناة وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله تتوصلوا في الجديد ليجدد على القناة كل اقدام كان نقول لكم شكرا على الدعم ديالكم شكرا على المشاهدة وعلى التعليق بسم الله سوف نقوم بعمل وصفات بالسردين وتابعوا معي الفيديو حتى الاخير سوف تشوفوا الوصفة الأولى سوف تشوفوا الوصفة الثانية بسم الله انا عندي هنا اللوبيا اللي كتكونها كفتية اللي كنقطعها بحل كبعد ما كننقيها وكنقطعها كرقيقة ما كنقطعاش غليظة هنا اخذت 150 جرام اللوبيا كنستمر عليها هكا فتقطع بش ضغيق الطيب نصفي هنا لبنت لي شي حبا وقا غليظة ولهذا كنقطعها بحل هكا وغادي نضيفها في واحد الإناء وكنعودها بالغسيل نغسلناها في اللول وغادي نعود نضيف عليها الماء وكننغسلها مزيان بحل هكا وكننصفيها وغادي نجيب هنا واحد المقلة كندير شوية دي الزيت نباتية حت لسط المعالب دي الزيت نباتية وكندير هاد اللوبيا كنضيف عليها كنصفر والمعدنوس وغادي نضيف جوج فصص دي الثومة احنا غادي ندير بالوحدة بالوحدة كنهرسهم غادي نبدأ نتبل الملحة حسب الضوك وكندير شوية الفلفل الاسود او البزار كندير شوية دي التحميرة او البابريكا شوية دي السكنجبير وشوية دي الكوركم او الخرقوم البلدي وشوية دي الكمون صافي قدي نخلطها هنرا تحدف لي فيديو كندير فيها واحد نسكس دي الماء وكنحطها فوق البوطة بعد ما كنديرو هاد المطيشة الصغيرة بحل هكا كنديرها انا الصينة بحل هكا كتبقى بلا ما تنقطعها لانك الطيب كتعطي واحد الحلاوة صافي نحطه فوق البوطة كطيب على عافية اللي شوية مهيلة ما تكونش مجهدة صافي وغادي نجيب هاد الهاشوار وكنجيب السردين بعد ما غسلناه ونقيناه كنناخدو هاد السردين اللي تيكون شوية صغير ما فيه الشوك كننغسله مزيان وكننقيه غادي نضاف عليه ثلاثة الفصوص دي التومة كنضاف عليه شوية القصفر ومعدنوس مقطعين الرقاق وكنضيف الزيتون عندي حبيبات هكا دي الزيتون كنضي الملح حسب الضوق الفلفل اسود او البزار البابريكا او تحميرة سكينجبير الكركم او الخركم البلدي والكمون صافي قدي نطحنها مزيان بحال هكايلة عندكم مدل هاشوار لما عندكم شك تطحنوها في مكينة مانطيشة وهدي كتكون ساهلة بحال هكاك تساهل علينا كنصيبوها العطرية وكل شي في مرة يعني ما كانت تعطلوش فيها باش كنبقوا عدا نعودو ندلكوها كندير كل شي في مرة صافي هيا بعد مدل كاتم زيان وتهرس هاد السردين غضي نضيف وفوح للإيناك وكنضيف عليه وحد جمعه صغار تعو الروز انا عندي هاد الكيميات تعو الروز كندير شوية دي الروز او معلقة كبيرة دي الروز صافي كنخلطه بحالكه حتى كنت يتخلط لنا الروز مع هاد السردين ركي يعطيه وحد من نسمة وكي يجي ناشف من الداخل صافي كنبدا عندي هين يدي هكا بالماء لانا رمطحون مزيان وكنكور السردين هاد الفكرة دي الها شوار كتجي ساهل ضغي كيوجد لنا بحال هكا السردين دي النا ما كنتعطلوش فيه صافي هنايا بعد ما كورت وغادين نشوف هنايا نشوف المقيلة دي النا وش اللو بي طابت وكننحركها وغادين نضيف عليها نزيد عليها شوية دي النا ماشي بزاف ليش فتها بدات كتنشوف بحال هكا صافي غادين سردين دي النا هادلو بيه مع السردين كتجي رائعة رائعة ما نقولش ليكم جربوها يعني السردين ماشي نديرو هكا مع الفلفلة وما طيشة وهدا كنغيرو كنحاولو نغيرو الأكلة فيه وكتجي لديدة صافي بعد ما كنستفو بحال هكا لانه هو ما كياخدش طيب بزاف وغادين خليو علي العافية وحد خمستاشر دقيقة على عافية اللي كتكون مهيلة وكندير شوية دي الفلفلة بحال هكا انا عندي فلفلة حمرة كنضيف شوية الفلفلة هنا اللي كتبغيو الحامض انا على حسب الصحام ما كنديروش ليمون حامض هكا المصير وكندير هكا شوية دي الزيتون صافي وكنخلي هكا الطيب وغادين نرجع الكمية الخردية للسردين كندير شوية القصبر المعدنوس شوية البصلة هذا كنتبغوه بالبصلة كيجي رائع وكندير ثلاثة الفصوص دي التومة انا عندي فصوص هنا صغار عند التومة كنتبنوا مع البصلة هكا اللي عندي بصلة خضارية كدشي لديدة كندير شوية الزيت البلدية او زيت الزيتون وغادين تبغيو شوية دي الملحة وشوية دي الزيتر فقط ما كنقويش هكا ما كنقويش في هكا التسبيلة يعني كتبقى ديك النسمة دي البصلة مع الزيتر كتجي هائلة صافيك نخلط هالتسبيلة وغادينعمر بها بحال هكا السردين دينا يعني كنعمروها ببصلة وجربوه ورضو عليها في التعارق ما غاديش نقليو عندنا. صافيو غادي نجيب دقيقة ديال القمح الكامل. ما كنديرش لي الدقيقة هكا ديال فورس. يعني اكلة صحية بامتياز وكان بحلاكة كنتبه لها فالدقيقة القمح الكامل. عفوا. هكا باش كينشوف لنا بحلاكة السر ديل وتيبقى مجموع. الفرن ديالنا كيسخن على مية وثمانين درجة. هادي ما يخافوش من نحتة اللي ديرين بحلاكة الحيمية. ما يخافوش منه يياكلوه لانه صحي. وغاني نجيب اللاطة اللي فرشت لها ورق الطبخ. او كنديرو الشي لاطة. انا هنا وفرشت لها ورق الطبخ باش من دهنوهاش هكا بزيت كيجيم شوي ناشف. يعني الناس اللي كيديرو الحيمية وخي ياكلوهم ما يخافوش منه. صافيو كنسرحو هكا في اللاطة. يعني را كدرت بيجوج اوكلات كل واحدة شنو كيبغي. كنديرو حبة ديال الفلفلة لانه كنبغي الفلفلة. حبيبات هكا ديال مطيشها. صافيو كندهن شوية دية الزيت كننرش عليها كخوية دية الزيت من فوق الزيت البلدية او زيت زيتون. كندخلو الفرام كياخد معنا هكا خمسطاشر دقيقة كيكون موجود على درجة مية وتمانين. صافيو را نبقى لوجدات بحال هكا. قدي نشوفو بحالكة واش نشفات. صافي بعد ما كتجو آآ كتوجد عفوا. قدي نضاف عليها وحد الخوية دية الزيت البلدية او زيت الزيتون. كي نسمها كي نسم السردين كي يجي لديد. وغدي نرفقها بوحد العاصر اقتصادي وساهل. يعني ما كنديروش بالحليب ما كنديروش كندير هنا حبا دي البانان حبا دي التفاح وجوج حبات دي الليمون اللي نقطعتهم حل هكا ضواور باش كنقلب اللي يكون فهم هكا العظم كنحيد منه العظم. غدي نجيب آآ طحانة ديالنا باش غدي نطحنو هدو العاصر. كنديروه بالماء فقط. ما كنديرش معاه الحليب. وكندير هنا يا ما كنحليش بآآ بسقار. كندير سبعة الحبات ديول تمر. كنضيف عليهم الماء. صافي وغدينا نطحن العاصر ديالنا مزيان. حتى كي تطحن. يعني لابغينا نديرو العاصر نديروه صحي نديروه بلا سقار قدروا نديروه هكا بلا سل أو نديروه هكا بحبيبات ديول تمر احسن. كن اكلوه صحي. صافي العاصر ديالنا راهو جد. ثم شفتو كيفاش خاتر. ودائما كنحاول هكا كنديروه اكلات في متناول حال هكا صحيين واقتصاديين يعني لقد جيب السردين ديالنا وجد. قد نحطوه طبق تقديب وقد نوريكم السردين مع اللوبيا يعني كيجي رائع وقد جي اللوبيا هكا طيبة وكيجي ملبي وناشف والسردين ديالنا ها وليت شوى ثم شفتو كيفاش كيجي كيجي بحلنا مقلي ولكن هو رصحي وخلنا كلوه ما نخافوش منه وما تنسوش الى عجبكم فيديو ما تنسوش شاركوه في القناة وتضغطوا على الجرس بش دائما ان شاء الله بتوصلوا الجديد لجدد على القناة والاقدام كنقول لكم شكرا والسلام عليكم ورحمة شكرا